أستاذ اللغة الإنجليزية أنمار عماد مجيد درس اليوم يونت 1 لسن 6 اليونت الأول الدرس السادس My Magazine مجلة Two Families عائلتان موجودة في صفحة 16 من كتاب الطالب صفحة 14 من كتاب النشاط صفحة 16 كذلك صفحة 17 من كتاب الطالب هذه تعتبر من قطع Seam Passages قطع الكتاب المرئية ونشرحنا ما الفرق بين القطع المرئية والقطع الاستيعابية تأتينا بالسؤال الأول يجيب لك ذلك القطعتين بالسؤال الأول ويجيب لك أسئلتها أسئلتها موجودة في صفحة 18 إن شاء الله نشرحها ونوضح مفرداتها سنحل أسئلتها لذلك سجلوا عليها قطعة جدا مهمة بالانتحان الشهري والانتحان الوزاري نجيب على العائلة الأولى عائلة هان شي يقول هان يقول هلو مرحبا My name is Han اسمي هان and I am Chinese وأنا صيني I live with my mom and dad on our farm أعيش مع أمي وأبي في مزرعتنا هاي صورة أمة وأبو Both are farmers كلاهما فلاحين and my grandparents وجداية where where الماضي ما الار Both are farmers كلاهما فلاحين الآن أما هنان Grandparents جداية where كانوا كانوا farmers فلاحين 2 أيضا I have an older cousin لدي ابن عم أكبر He lives with us and works on our farm هو يعيش معنا ويعمل في المزرعة He is very funny هو مضحك جدا We grow rice and lots of vegetables نحن نزرع الرز والكثير من الخضروات Like the cucumbers my cousin holding the photo كالخيار الذي يمسك به ابن عمي في الصورة هاي الصورة Holding the photo يمسك به في الصورة Rice grows in paddy fields الرز يزرع في حقول الأرز Can you see the buffalo in the field هل يمكنك رؤية البوفالو الجاموس في الحقل في هذه الصورة Here the farmer is getting the field ready to plant the rice هنا في هذه الصورة The farmer الفلاحين أو الفلا is getting the field ready يجهزون الحقل to plant the rice ليزرعوا الرز هذه ما يخص قطعة العائلة الأولى عائلة هان أما العائلة الثانية اللي هي عائلة فرح شو تقول فرح Hello مرحبا I am فرح أنا اسمي فرح I live with my family in Baghdad أعيش مع عائلتي في بغداد My father is a pilot heavy and he flies planes for the Iraqi airlines وهو يقوم بتحليق الطائرات للخطوط الجوية العراقية هذه الصورة الطائرة مع الخطوط الجوية العراقية My mother is a housewife now أمي ربت منزل الآن but لكن she was a nurse هي كانت ممرضة الآن الوز الماضي مال is My mother is a housewife أمي الآن هي شنو ربت منزل now الآن but she was لكنها كانت إذن was الماضي ما is كانت شنو أناس ممرضة This is my family having lunch هذه صورة عائلتي تحظى بغداء You can see my mom يمكنك رؤية أمي and dad وأبي أمي وأبي and my two younger sister أختي الصغيرتان and my big sister وأختي الكبيرة My aunt is sitting opposite my mom عمتي تجلس مقابل أمي في الصورة Here is a picture in the cockpit هذه الصورة في كابينة القيادة of my dad's plane في طائرة أبي He and the co-pilot هو ومساعد الطيار are getting ready to leave Dubai يتجهزون لمغادرة Dubai This picture is at the airport هذه الصورة في المطار in London في London You can see my grandmother يمكنك رؤية جدتي my mother أمي and my aunt وعمتي with their bags ready to check in مع حقائبهم جاهزين للدخول في الطيارة هذا ما يخص قطعة عائلتان اللي قلنا من تعتبر من قطع الكتاب المرئية اللي تيجينا بالسؤال الأول فرع A يجيب لك القطعتين ويجيب لك أسلتها اللي موجودات في صفحة 18 اللي رح نأخذها هسه صفحة 18 من كتاب الطالب read to families اقرأ قطعة عائلتان اللي قرناها ستونة again مرة أخرى and tick وضع صح أمام اليس إذا كانت الإجابة صحيحة وضع صح أمام النو إذا كانت الإجابة خاطئة نمبر وان أولا هان من الصين أخذنا القطعة شرحناها من مين هان قال my name is han and I am chinese وأنا صيني إذن هو من الصين لو من الصين الإجابة صح yes نمبر 2 his family are farmers عائلته مزارعين صح لو خطأ أخذنا القطعة وعرفنا أن أبو وأمه الآن فلاحين وجداه كان مزارعين إذن الإجابة صح لو خطأ صح نمبر 3 the farm grows بفالو الحقل grow معناها يزرع وبفالو معناها جاموس الحقل يزرع الجاموس إجابة صح لو خطأ الجملة ما متناسقة grow يزرع وبفالو جاموس إذن ما متناسقة إجابة خطأ له صح خطأ نمبر 4 فرح is han's cousin فرح تكون بتعم هان الإجابة صح لو خطأ فرح من بغداد وهان من الصين ما كو أي ترابط من العائلتين إذن الإجابة صح لو خطأ خطأ نمبر 5 فرح's mother is an is أم فرح ممرضة صح لو خطأ is معناها الآن نوضحنا شن الفرق بين ال is وال was أم فرح كانت ممرضة was مو is ليست الآن ممرضة هي الآن ربة بيت was an is كانت ممرضة إذن الإجابة صح لو خطأ خطأ نمبر 6 there are four children in Farah's family هنالك أربع أطفال في عائلة فرح صح لو خطأ الإجابة نعم صح فرح وأخواتها الصغيرات الأثنين وأختها الكبيرة نمبر 7 Farah's father lives in Dubai أبو فرح يعيش في دبي الإجابة صح لو خطأ عرفنا أنه أبو فرح pilot طيار ومتواجد في دبي لكونه يقود الطائرات لخطوط الجوية العراقية إذن هو ما يعيش في دبي هو يعيش في بغداد إذن إجابة صح لو خطأ خطأ نمبر 8 A pilot sit in the cockpit of a plane الطيار يجلس في كابينة القيادة الخاصة بالطائرة صح لو خطأ الإجابة أكيد صحيحة هذا ما يخص أسئلة قطعة عائلتان الموجودة في صفحة 16-17 من كتاب الطالب قطعة جدا مهمة بالامتحانات الشهرية والامتحان الوزاري من الممكن أن تجينا بالسؤال الأول فرع A على شكل قطعة scene passage قطعة مرئية لذلك سجل عليها مهمة افتهموا مفرداتها وحفظوا أسئلتها وأجوبتها صفحة 14 من كتاب النشاط شمرين A Put the words into the correct list ضع الكلمات في الحقل المناسب قدنا أربع حقول حقل family العائلة food الطعام verbs حروف الجر يقول لك كل كلمة من هذن الكلمات ناسب يا حقل من هاي الحقول مثلا in احنا ماخذين in نبدرو السادقة ال in وال on وال at هي عبارة عن حروف جر تأتي قبل اسماء الاماكن لذلك ناسب يا حقل حقل حروف الجر اللي هو ال preposition number two live شنو معنى live where do you live أين تسكن إذن live معنى تسكن أو تعيش شنو الحقل المناسب إليها preposition حروف جر لا verbs أفعال نعم إذن live من الأفعال verbs grandparents الجدان بأي حقل أخليها grandparents معنىها الجدان ناسب حقل العائلة اللي هي الفاملي grow grow معنىها يزرع شنو الحقل المناسب إليها يزرع حقل الأفعال verbs sit يجلس شنو الحقل المناسب إليها حقل الأفعال verbs aunt العمّة شنو الحقل المناسب إليها العائلة family rice شنو الحقل المناسب إليها الروز معناها حقل الطعام food leave يغادر شنو الحقل المناسب إليها الأفعال verbs on on نعرف إنه ال-in كلمة الثانية on والثالثة آت اللي هنا حروف الجر تأتي قبل أسماء الأماكن إذن شنو الحقل المناسب إليها حروف الجر prepositions see yara شنو الحقل المناسب إليها حقل الأفعال verbs cucumber الخيار شنو الحقل المناسب إليها حقل الطعام food cousin شنو الحقل المناسب إليها حقل العائلة family at اللي هي الحرف الثالث من حروف الجر اللي هو حقل الحروف الجر preposition plant تجيب معنى يزرع وتجيب معنى نبات نانا معناها يزرع أخذناها بالقطعة السابقة شنو الحقل المناسب إليها حقل الأفعال verb vegetables خضروات شنو الحقل المناسب إليها طعام food وأخيرا fly يطير شنو الحقل المناسب إليها حقل الأفعال verb هذا ما يخذ تمرين A صفحة 14 من كتاب النشاط تمرين B use the words from activity A and write the sentences استخدم كلمات من تمرين A وكون جمل مفيدة هذه مجرد يختبر قدرة الطالب على تكوين جمل مثلا نمطيك مثاليا هو hands grand parents were farmers أخذ كلمة grand parents معناها الجدان وحطها بجملة مفيدة شكال قال hands grand parents were farmers جدا hands كانوا مزارعين الجملة الثانية أخذ كلمة grow يزرع وخلاها بجملة مفيدة شكال قال we grow rice and paddy fields نحن نزرع الرز في حقل الأرض استيجئان أخذ كلمات مثلا أخذ كلمات leave you gather وخليها بجملة مفيدة we leave home at 7.30 نغادر المنزل الساعة السابعة والنصر رابعا أخذت كلمة cousin ابن العم my cousin has a phone لدى ابن عمي مزرعة number five أخذت كلمة aunt عمتي my aunt lives in كربلا عمتي تعيش في كربلا number six سادسا أخذت كلمة uncle my uncle is sitting there عمي يجلس هناك مجرد أخذ كلمات من تمرين A وأخليهن بجملة مفيدة هذا ما يخص تمرين B تمرين C جدا مهم بالامتحان الوزاري سؤال إنشاء الوحدة الأولى بداية تمرين C كاتب لك read about heba and her family اقرأ عن heba وعائلتها ثم write about yourself and your family ثم اكتب عن نفسك وعائلتك إذن أنا شوف heba شكاتبة عن نفسها وعن عائلتها ومثلها أحولها على نفسي وعن عائلتي خلنا نقرأ heba شكاتبة عن نفسها وعن عائلتها بعدين نكتب الإنشاء الخاص بينا ش تقول heba أسمي is heba is me heba and I am Iraqi وأنا عراقية I am 12 عمري 12 سنة I live with my mom and dad and twin brother أعيش مع أمي وأبي وأخي التوعم in Baghdad في بغداد my dad is an engineer أبي مهندس he works in an oil refinery يعمل في حقل النفط my mom is a teacher أمي معلمة in a primary school في مدرسة ابتدائية they go to work by car يذهبون العمل بواسطة السيارة my sister and I go to school by bus أختي وأنا نذهب للمدرسة بواسطة الحافلة when I grow up I want to be an IT programmer عندما أكبر أريد أن أصبح مبرمجة معلومات because I love using computers لأني أحب استخدام الحاسوب أرفنا هباش كاتبة عن نفسها وعن عائلتها لسا نجي نحن نكتب عن نفسنا وعائلتنا قبل ما أبدأ بالإنشاء أكو خمس نقاط لازم أذكرهم بالإنشاء هذين خمس نقاط لذا ذكرتهم كلهم طريقة صحيحة أحصل على درجة كاملة بالإنشاء بالامتحان الوزاري اللي هي 20 درجة عدنا فقط أربع إنشاءات بالمنهج السادس لذلك الإنشاء جدا مهم بالامتحان الوزاري 20 درجة عيلا خمس نقاط لازم أضمنهم بالإنشاء على أمود أخذ درجة كاملة شنة من الخمس نقاط أولا لازم أكتب اسمي وعمري احنا ما أخذين بالرابع ابتدائي وبالخامس شون نعبر عن اسمنا وعن عمرنا اسمي علي مثلا وعمري 12 سنة ثانيا أين ومع من تسكن لما واحد يسير لك أين تسكن مثلا أحياني في كربلا هاي هم أخذيها بالخامس ووسيطة نمبر ثري ماذا يعمل أبوك وعمك وأين يعملون أخذناها بدروس سابقة إذا أردأ عبر عن وظيفة شخص موجود بالعائلة ماي فاذر إز تيتشر مثلا ماي ماذر إز نيرس وأين يعملون وأنا أعرف كل وظيفة ومكان عملها ما أخذيها بدروس سابقة عدد الأخوة والأخوات وأسماءهم وماذا تريد أن تصبح عندما تكبر هذين الخمس نقاط لذلك رتم بالإنشاء أحصل درجة كاملة خمج النشاء My name is Anmar I am 12 years old I live with my family in Saladin My father is a teacher He works at school My mum is a nurse She works in a hospital I have two brothers Eners and Foyers Foyers is older than me But Eners is younger He is 10 When I grow up I want to be a football player Because I like football هذا ما يخص سؤال الإنشاء نكتبه بالدفتر ونحاول نحفظه لأنه جدا مهم بالامتحان الشهري والامتحان الوزاري بالنسبة لامتحان الوزاري عليه 20 درجة وهنا فقط أربع إنشاءات المطلوب حفظهن بالسادس الابتدائي صفحة 15 من كتاب النشاط مكتوب ليفوغ فانكتشويشن التنقيض سؤال التنقيض موجود بكل امتحان عليه خمس درجات سؤال سهل وخمس درجات مضمونة شو ننقط الجملة؟ أدنا خطوات لتنقيض الجملة خلن نحفظهن نفهمهن على ما نقدر نضمن هاي الخمس درجات بالامتحانات الشهرية والامتحان الوزاري أولا متى نضع الحرف الأول من الكلمة كبير؟ شو كتسوي كابتال لتر؟ شو كتخلي الكابتال لتر؟ أولا في بداية كل جملة أول ما شوف كلمة punctuation تنقيض أروح على الجملة اللي أريد أن أتقطها على الحرف الأول من الكلمة الأولى من الجملة أسوي كابتال هاي حصي عليها درجة بعد بعد النقطة دورت بالجملة لقيت أكون نقطة الكلمة اللي بعد النقطة أخلي الحرف الأول من عدها كابتال حرف كبير بعد مع أسماء الأشخاص والأماكن والجنسيات مثلا الأشخاص علي، محمد، هبا، سهم إلى آخرين أسماء الأشخاص الحرف الأول من عدها كبير بعد أسماء الأماكن البصرة، لندن، باريس إلى آخرين شو كوشي يدد على اسم مكان أخلي الحرف الأول من عدها كبير كذلك الجنسيات ناشنالتيز مثلا إراكي، جافانيز، فرينج، إلى آخرين، الحرف الأول من عدهم كبير نمبر فور مع أسماء أخرى مثل الخطوط الجوية العراقية والمحلات والمطاعم مثلا إراكي، أيرفلينز، الخطوط الجوية العراقية، محلات، اسم محل أو اسم مطعم خامسا أسماء الأيام والأشهر الأيام أعرف أن سبع أيام لدينا سندي، موندي، تيوزدي، ونزدي، إلى آخرين والأشهر مع الشهر لدينا جنوري، فبروري، مارج، أبريل، إلى آخرين من أسماء الأيام والأشهر، الحرف الأول منهم كبير جيد متى نضع علامة الاستفهام؟ هنا نريد أن أقول لهم، ما تخلي الحرف الأول من الكلمة كبير جيد، ما تخلي علامة الاستفهام؟ بالأخير، لازم أخلي أما نقطة أو علامة الاستفهام علامة الاستفهام، أولا إذا بدأت الجملة بفعل مساعد باعت على أول كلمة من الجملة لقيتها أما is, are, do, does, did لن نفعل مساعدة، إلى آخرين نضع علامة الاستفهام، إذا لقيت واحد من ذن الكلمات ببداية الجملة أول كلمة بجملة فعل مساعد، أخلي بنهايتها علامة الاستفهام بعد، ثانيا إذا بدأت الجملة بأداة السؤال، نعرف أدوات السؤال what, who, where, how, how, how many، إلى آخرين جيدا، الآن أعرف أن شك تخلي علامة الاستفهام، جيدا شك تخلي النقطة، إذا ما بدأت الجملة لا بفعل مساعد ولا بأداة السؤال، أخلي نقطة، مثلا بدأت بعلي، بدأت بهيب شيب إيت، بدأت بفعل رئيسي، أخلي بالنهاية نقطة، هذا ما يخص سؤال التنقيض دعنا أخذ مثال، مثلا قل لك punctuate، punctuate معناها نقط، punctuation تنقيض رح يقول لك punctuate the following sentence نقط الجملة التالية، الجملة شنية me and my friend هادي went to Basra last weekend أنا وصديقي هادي ذهبنا إلى البصرة الأسبوع الماضي أو الأطلة الماضية نجد نقط، أولا متى نضع الحرف الأول الكبير؟ أريد شوف شو تخلي الحرف الأول الكبير؟ نقطة الأولى في بداية الجملة أضع الحرف الأول الكبير أروح على أول كلمة من الجملة، حرف الأول بعدها خليه كبير هذا الأم، أسويه كبير بعد، بعد النقطة، لقيت أكو نقطة، دورت ما لقيت، إذن النقطة الثانية ما لا علاقة بها ثالثا، مع اسماء الأشخاص، الأماكن والجنسيات، خنشوف أكو اسم شخص me and my friend هادي، هادي اسم شخص، إذن شا سوي؟ حرف الأول كبير الـ H أسويه كبير بعد، أماكن أكو اسم مكان me and my friend هادي، وانتو بصرة، بصرة اسم مكان، حرف الـ B أسويه كبير بعد، الجنسيات، لقيت أكو جنسية me and my friend هادي، وانتو بصرة، لقيت جنسية، عبر عن نقطة الوراهم مع اسماء أخرى مثل خطوطة الجوية العراقية، المحلات، المطاعم، دورت ما لقيت، إذن عبر عن وراهم، مع اسماء الأيام والأشهر، دورت اسم يوم ما لقيت، اسم شهر ما لقيت، زيان، بالنهاية شخص، نقطة العناة استفاد إذا بدأت الجملة بفعل مساعد، أخلي علامة استفهام، بدأت بمي، هذا المي مو فعل مساعد ثانياً، إذا بدأت بأداة سؤال، المي إداة سؤال لا، كأن إذا لا فعل مساعد، ولا أداة سؤال شخل بالنهاية، أخلي نقطة هذا ما خص موضوع التنقيد، خمس درجات مضمونة كل امتحان، امتحانات الشهرية والامتحانات